حطين في حتة الأستاد أن احنا شركة مساهمة وأن النادي أهلي يخش بحصة عينية 60 فدان من الأرض الشيخ زايد هذا القرار الموجود في الجماعة العمال لأن أنت في النهاية الفكرة إيه؟ أن أنت عايز بتمول الأستاد بتاعك طيب هتموله إزاي؟ هيعطيها تأسس شركة أنت بيبقى يعني المنوم بتاعك 51% برده عشان تحفظ حق النادي وهوية النادي الأهلي ودي تحط على عمل يول خط أن أنت نجيش حدي يقول لك أنا مثلاً هاخد حدفع كتير ويبقى أنا حسيتي ماء آه ما اللي بقى اللي هو اللغة المالي لدرجة دي اللي هي بزبطة أخاص بقى ولا رجال أعمال ولا سكة دي بالزبط متبقاش لغة مال غير مدروسة فإحنا لا هي حالة نظام الأستاسي بتقول إن 51% النادي أهلي ممكن تبقى 60 ممكن تبقى 7 على حسب بقى اللي هيحدده مجلس الهدارة والشكل اللي هيحدده النادي لكن ده المنيوم بتاعك فده الحصة النادي هيخش بإيه؟ أي يعني الأستاد ده محتاج أربعة مليار أربعة مليار بالرصة بتاعتي عشان تعمل بقى أستاد بشكل حطر طب أربعة مليار للأستاد ولا حتى الخدمات اللي برا لأ لكل خدمات يعني لأ مناطق ترفيهية بالزبط يعني اللي أنت تعمل بقى كل حاجة بالشكل العالمي اللي إحنا بنحلم بيه ده فالتكلفة ودراسة الجدوى برقم كبير فأنت في النهاية لأ النادي أهلي بإسمه قدار جيب الرقم ده أنا بقى أنا يتمنى دلوقتي أنت لو نزلت بكر قلت ساهم يعني بالزبط يعني أنت ساهم النادي الأهلي يعني بالزبط فأنت بقى هتبدأ بقى إيه يعني هتشوف بقى شكل الشركة دي ده هيحدده بقى اللجنة ومع مجلس الأدارة والله الشركة دي هتتفتح مثلا لشركاء يعني شركات مثلا تخش معك شركاء في الشركة مثلا شركة اثنين تلاتة داخلين معك بنسب بيمولوا مع النادي الأهلي وليهم عائد هم بيكسبوا هم مش بيمول مش هو داخل محب يعني لأ ده مشروع ودي مشروع مربح ومع مول دراسته وأرباحه موجودة كل سنة فانت اللي داخل ده بيحط فلوس والحائل بتاعه خيالي أكيد يجيله نسبة لكن انت بتعملي انت كنادي أهلي انت داخل بالأرض بتاعتك والأرض دي قيمتها كبيرة والأرض دي مش هنقول ده من زمان والأرض دي مخصصة أنها تبقى استاد يعني نقامل المجلس كابتر حسن حمدي مش كي احنا بيقول دايما في مجالس الإدارات بتكمل بعض يعني الفكرة كانت من المجلس من عشر سنين وجيه برضو مهدس محمود طاهر اشتغلوا عليها وعملوا دراسات وجيه دلوقتي كابتر محمود الخطيب بيسابق الزمن بحطة الموافقات اللي هي أنا بيقول ناس دي هي أهم حاجة يعني أنا دلمسته لما دخلت جوا ومش بسفولة بتطلع بدليل ان هي زي ما بيقول لك يعني في السنين اللي فاتت ما طلقتش ما كانتش سهلنا تطلع ما طلقتش في الجراش الحمد لله تلقت دلوقتي ده اللي بيخلنانا اتفائل ان شاء الله ان هي بإذن الله مع التكسيف اللي بيحصل في الملف ده ان هي ان شاء الله يعني نحصل عليها قريبا ونقدر بقى الدراسات اللي حققناها والتعب السيء اللي فاتت اللي عملنا في الملف ده نترجمه على الأرض الواقع يعني ممكن يكون في خلالها دي يا دكتور ايه بص يا سعيم يعني وانس ال يعني ان شاء الله ملف الشكل الموافقات دي والدراسة اللي احنا نقدمها دي بسيء ديسمبر ممكن يعني في نهاية السنة دي يبقى في شكل واضح للخطة الزمنية بتاعتنا في الموضوع ده فتبتدي تقول امتى ممكن يكون موجود الاستد هنبدأ بقى ساعتها اللي احنا درسين ده مش لسا هندرس اه فهما هنبدأ بقى ساعتها ناخد خطوات سريعة خلاص دراسة موجودة يعني اه ناخد خطوات سريعة تنفيذية يبقى احنا ماشيين صح يعني مش احنا مش بنبني يعني احنا مش بنبني يعني انا ما اقدرش ان انا اروح مثلا اتفق مع حد ولا مع شركة ولا مع حد وانا لسا ما خلصتش موافقاتي طيب احنا بنمشي صح لكن وفي نفس الوقت ما هو نتأخرش يعني مش قاعدين مثلا مستنيين لموافقات ونايمين بقى احنا شغالين من نار في الموضوع ده لكن وانس ان احنا بناخد الموافقات دي بنشتغل على طول وان شاء الله انا يعني متوصم خير بازن انا مجلس اقدر هيقدر يحقق حلم جمهيري النادي الاهلي طيب بس يعني انا عندي